شكرا لكل شخص كيخلي لي تعليق طيب وكيوضع لايك للفيديو وكيبارتجيه مع الاستقاء دياله. شكرا لكم بزاف. نشارك معكم جوج ديال الوصفات من اروع ما يكون فطائر سائلة سريعة ببيضة واحدة. وكيك اللي سهل وبسيط وشيش بزاف. نقوم معي لاخر الفيديو. بسم الله على بركات الله. عندي مكونات الكيك جوج ديال البيضات. درجة حرارة مطبخ. كيس سكر فانيلا. القليل من الملح. كأس من سكر سنداء ما يعادل مئة جرام. ونصف كأس من الزيت النباتي. القياسات تأخذ كأس شيلانبو. عندي الخلاط الكهربائي. او الطراب اليدوي او الطراب الكهربائي. خدموه باش ما بغيتو. ننضيف جوج ديال البيضات سكر فانيلا. والملحة. والسكر والزيت. ممكن تعودو. اه سكر فانيلا بالقشرة ديال البرتقال. او قشرة ديال الليمونة حامضة. نخفقد المكونات مدة ديال خمس دقائق. كي كل القوام هكا تقيل. كاتف. وكيتغير اللون ديالو. ننضيف كاس ديال حليب. السائل. حليب عادي. ماشي دافي. ما يعادي المية وخمسين مللات. وهو عاود نخفق للمرة الثانية. كنفرغ الخليط في اناء. كي ما كتشاهدو. اللون ديالو كيتغير اللون ابيض. وكيتخفق جيدا. باقي المكونات عندي الطحين وخميرة الحلويات والناشا. هنا عندي الكأس الاول ديال الطحين. كيكون مغربل. مع جوج اكياس من خميرة الحلويات. كنضيف الكأس الاول شوية بشوية. وكنخفق بواسط الطراب اليدوي. حتى كنحصل على قوام. اللي كيكون اه ما فيش الكويرات. يعني ضروري ما تخفقوا بها الطريقة هذي. الى خفقتوه او فرقتو كمية كتيرة ديال الطحين. كتكون كويرات في القعر ديال الاناء. دائما نخلطو غير بشوية. هدا الكأس الاول ديال الطحين. هات كنضيف الكأس الثاني. وكنستمر في الخلط ديال العناصر كاملة. ما الافضل خدو الطحين اللي يكون نوعية جيدة. خاص بالحلويات. كنستمر باضافة الطحين شوية بشوية. وانا كنخفق. طريقة راها سهلة وكيكا اللي رائعة جدا. كده يجي اللي القوام ديالها خفيف ورطب بزاف. كنكمل الكأس الثاني ديال طحين. وكنضيف جوج اكياس من خميرات الحلويات. وصفات اللي هي سهلة وبسيطات. قدرو تحضرها في حل الوقت اللي قصير بزاف. الوقت اللي غادي طيب لنا الكيكا نمشي ونحضره الفطائر السائلة السريعة. اللي كدجي خفيفة والديدة بزاف. فعلا سريعة. هناك نضيف ربع كأس ديال النشا ما يعادل ملعقتان كبيرتان مملوئتان من النشا اللي هي ما يزينة. اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. هي فقط كتعطينا هشاشة للكيك. وكتخلي حتى اللون دياله كيجي الابيض. كتجي خفيفة بزاف. ممكن اه اضيفو هالكيميا طحين واضيفو ملعقة كبيرة من الخل الابيض. هنا بشتعرفوا القوام اه الصحيح ان الكيك ديالكم غادي يكون ناجح. كتكتبوا رقم تمانية بواسطة الخليط وكتكتب لكم. كناخد مول اه خاص بالكيك. قياس اتنين وعشرين والاربعة وعشرين صنصيم. كتدهنوه بالزبدة. وكترشوه بالطحين. ودائما اه الوقت اللي غادي نفرغ الخليط كنرفع اليد ديالي الاعلى. وكنفرغ بالنسبة للفران كيكون اه مسخن واحد خمسة دقائق قبل وكندخلها ونخليها كالطيب. فرن متوسط درجة الحرارة. بالنسبة لتزيين غادي ناخد هنا هاد اه الشوكولات اللي غالبا كستعملو في الكيك حضرتو معاكم عدة مرات. غادي نستعمل هاد النوعية هادا اللي فيه اللوز. اسبق لي وقدمت معاكم اللي فيه نوازات وفيه الكاراميل. اه ديروا اي شوكولات متوفر عندكم. اخديت تقريبا نصف العلبة. وغادي نحتاج هنا ها شوكولاتة للدهن باش يخلي لي القوام كيبقى كريمي. بعد ما دوبت شوكولات على طريقة حمام مائي ضفتليه ملعقة كبيرة من الحليب السائل. وكنخلط كل شي مزيان غادي نحصل على واحد القلاسات اللي كيكون لامع. كيكون شوية تقيل. بغيتو يخفيف. كتزيدو ملعقة اخرى من الحليب السائل. هنا بعد ما خلطهم زيان لاحظو اه كيكون لامعان في شوكولاتة هو نوعية جيدة. هنا غضي نضيف ملعقتين صغيرتان من شوكولاتة خاصة بالدهن. يعني كاضافة الى بغيتو تديرو كديروه ما بغيتوش. فقط كتكتافيو بشكلات. مع الحليب او ممكن. اه دوبو شكلات. وضيفو له علبة ديال الياغورت اه بالشوكولاتة. راه معروف الماركة ديالو. وكنخلط كل شي مزيان. كيكون واحد القلاسات اللي لامعه فيه هادوك الحبات ديال اللوز هادك الشوكولات. كيكون فيه نكهات مختلفة كما اذكرت لكم النوازات او اللوز او اه الكراميل. انا دائما كناخد هادوك العولة وكنحسافظ بهم. الوقت اللي كري نستعمل او كنحضر الكيك. كنستعمله في التزيين. الكيك ديالي بعد ما طابقه تقريبا اه خمسة وتلاتين حتى لاربعين دقيقة. هنا مازال سخونة. خرجتها اه كما كتعارفوه الناشا ما كتتحمرش بسرعة. الوجيه ديالها بقى شوية. اللون دياله خفيف كما كتشاهدوه. بالنسبة ليا فورن الغازة عندي النار من اسفل فقط ما كنشعرش فوق على الكيك نهائيا. نخليها كتبرد وغنزينها بالقلاساج اللي حدرت معاكم. نمرو باش نحضر الفطائر عندي اه ملعقة صغيرة من خميرات الخبز ملعقتين كبيرتين من السكر سنيدة. سكر فانيلا. من ملحة وبيضة. وسبعة جرام من الخميرة ديال الحلوة. وكاس ديال حليب اه سائل كيكون دافي. وكاس ديال الماء دافي. مية وخمسين مللات غماء ومية وخمسين مللات حليب سائل. هدي تلقاوا المقادير كلها مكتوبة في صندوق الوصف مع لكم. الا تبغتاجيوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. وتوصلوا لعدد كبير من اللايكات. اه تشجاعة ديالكم هي اللي كتخلينا حافز كبير على الاستمرار. كنخلط هاد العناصر بواسط الطراب اليداوي. وكنضيف البقية ديال الملحة مبيضة. وسبعة جرام من الخميرة ديال الحلوة. هو ممكن ضيفوا المكونات كلها في الخلاط الكهربائي. وكتخفقوها بحل طريقة بايش كنحضرو البغرير. يعني ضروري من الخفق الجيد. ان احنا خلطوه امامكم. وبعد راينا غادي نخفقوه بالطراب ديال البطور ديال الجغاب. حسب المتوفر عندكم. كنضيف كاس ديال طحين وكاس ديال سميدة رقيقة. الخاصة بالبغرير والحرشة. غادي تلقوا المقادير المكتوبة كما اذكرت لكم في صندوق الوصف. وكنخلط. ضروري كنأكد انهما يتخلط جيدا. اما بالطراب الكهربائي. او ديروا هاد المكتوب اللي غادي تشاهدو معي. كيكون متوفر. يعني تخفقوه جيدا. ما كسبقاش اه كتكولينا كويرات. احنا بعد ما خفقتوه جيدا كما كتلاحظو. كيكون عندي واحد القوام اللي آآ خفيف. قدي نغطي ونخليه كيخمر تقريبا المدة ديال عشرين دقيقة. كيتقال شوية. كناخد مقلات اي مقلات متوفرة عندكم. ماشي ضروري مقلات يكون نوعية جيدة ما كتلصقش. كتضيف واحد القطعة صغيرة من الزبدة. راح ممكن ما تديروش الزبدة. ولكن كنوا متأكدين ان لدرسوا القليل من الزبدة. كيجي آآ شكل ولا المدق ديالو مختلف تماما من عنده اللي ما فيش الزبدة في الطهي. كناخد مقدار من مغرفة واحدة من الخليط ونفرغها ونخليه حتى كيتماسك. كما كتلاحظو نار متوسطة مائلة الى هادئة. حتى نتأكد انه بدك كيتحمر ونقلبو الجهة الاخرى. من الافضل استعملو سباتيلا ديال سيليكون. باش كتتقلبو الجوانب وتشوفو ميل لبدة وكيتحمرو. كتقلبو. فكل مرة كنضيفو حلقات عصغيرة يعني ربع ملعقة صغيرة من الزبدة. استعمل زبدة نوعية جيدة خاصة بالاكل. بمجرد ما كتدوب نقلات كتكون فخونها بسرعة كتدوب. كنقلبها. كيجي ورطبين والداد بزاف. ممكن تنسلو بالفاني او باي نكهة تفضلوها انتم مقشرة الحامض او البرتوقال. هيدا هو الشكل ديالهم درت ليهم المربو شوية ديال الرقائق اللوز. وهالكيك ديالي بعد ما درت لي القلاساج وزينتو بشوية ديال الكاراميل كان عندي. وشوية ديال لرقائق اللوز وبصحة والراحم.